اشتركوا في القناة الان قايين على العيد وانا الفترة هذي كلها هعمل حلويات هعمل بسكوت وهعمل كيكات حلوة عشان تبهروا ضيوفكم اليوم هنعمل مع بعض كيكة البرتقال مع الصوص الخاص فيها مقادير اصفة كيكة البرتقال كوب ونصف دقيق ابيض ربع كوب برتقال او عصير البرتقال تلت كوب لبر رائب بيضتين كوب وربع سكر ملعقة صغيرة فانيليا سائلة ملعقة صغيرة عصير الليمون وملعقة صغيرة بيكينج بودر 100 جرام زبدة غير مملحة ملعقة كبيرة قشر البرتقال او بشر البرتقال ورشة ملح الان هنعمل مع بعض طريقة كيكة البرتقال اول شي طبعا لازم تكون الاشياء برا عشان تكون بحرارة الغرفة بعد ما تكون بحرارة الغرفة هنبدأ اول شي حننخل المكونات الجافة زي ما متعودين ونقيس والقياس لازم تكون مضبوط شوفوا انا كيف ما منسح كل مرة ارويكم نفس الطريقة واحط المكونات كلها الجافة شوفوا احط البيكينج بودر معاه كمان وهحط الملح كمان معاه وحنخلوا لازم بالكيكات التونخلي الدقيقة والان بعد ما نخلت المكونات الجافة هحركها مع بعض عشان تندمج لازم الحركة هذي وبعد كده هعمل بشر البرتقال او قشر البرتقال هعمل شوية دقيق من نفس الدقيق ممكن عشان ما ازود شوفوا لا تبشر البرتقال الين ما تبان القلد الابيض لا بس خدي القشر اللي برا موسيقى 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 وحستخدم من نفس البرتقال العصير حقه السوس بعد كده شوفوا الزبدة موسيقى موسيقى المكونات مع بعض وبعد ما خلطها وصارت بهذا القوام حضيف البيض مع الفانيليا بالتدريج اذا ما كان عندك فانيليا سائلة طبعا ضيفي فانيليا بودر بس بنسبة بسيطة موسيقى اخلطه الين ما تداخل معانا البيضة الاولى وتندمج مع المكونات اضيف البيض البيضة الثانية لا استعقل موسيقى وابضل اخلط ارفع السرعة الى متوسطة انا خلاص كده هستكفي بالخلط طبعا انا في خليط الكيك ما اخلطه كثيرا بس الين ما يصير بهذا القوام خلاص انا اوقف الخلط عشان ما تنفصل معايا السكر عن الزبدة اذا انت اتبعت القطوات الصحيحة هتطلع الكيك طرية وحلوة الان هنبدأ الخطوة اللي هي المواد الجافة والسوائل هذي الخطوة مهمة انا حبدأ بالماد الجافة او المواد الجافة بحقصمهم شوفوا كيف حبدأ بالمواد الجافة وحنتهي بيها هعملو هرش شوية شوفوا كيف ارش بخفة ما اصب وصب عليها واخلط بس خلطة واحدة الى ما تندمج المكونات واذا اقدر اكمل الخليط بيدي يصير احسن ليش؟ لانه كل ما خلطنا الكيك كل ما صارت معانا قاسية بعد كده حضيف السائل الان شوية شفتوا كيف انا بخلط بشويش اضافة السوائل طبعا الكيك بتقطع الشبكة القلوتونية اي ما تخلي الكيكة قاسية بتخليها طريقة لما بتكتري او دايما بس ما تضفي لها اي سائل تضفضل الكيكة قاسية وتكتري خلط كمان بتخليها قاسية لو تشموا ريحة البرتقال يالله كيف هيكون قوة الكيكة اكيد منعشها لتجيب السعادة ليه سميت هادي الفاكهة فاكهة السعادة لانها يعني انت لو اخدتي بس يعني حبة واحدة في اليوم بتديكي العافية والصحة في القسد غير انه بيظهر على الوش يعني خاصة للنساء بتديهم نظارة وجمال اكتر عليكم بالكيكة دي بحاول شوفوا كيف احط من الاطراف واحرك بشكل دايري واقطع من الوسط وادخل المزيق اتعامل مع الكيكة بكل لطف حط السائل كامل الان الان هارجع للبن الرائب هضيفه شوفوا بشويش هخلطه بس يندمج مع المكونات اقفل على طول الخلاط حضيف اخر شي من اللبن والان اخر شي من الدقيق شوفوا كيف خلاص حقفل وحكمل يدوي في اخر مرحلة الان عشان اتأكد انه الدقيق كله مندمج مع المكونات بروح افتح كده من الوسط واقلب من تحت عشان اشوف لا ما في باين اي دقيق خلاص اتأكد اخر شي وخلاص ما اقلب كتير عندي الصينية حقه الفرن دهنتها بزبدة وبعد كده عملت ورق زبدة ما عنديك عادي ادهني بزبدة وبعد كده بدقيق عشان تتأكدي وخلاص وعندي الفرن ساخن انا هحطه خليط من الوسط شوفوا الخليط شايفين كيف لازم يكون معاك خليط الكيك اما ريحتها دمار كيف عده هي بالفرن لما تدخل الان حفرد لان الكيكة فيها حواف حفردها على الحواف عشان تكون متساوية ما تستوي جهة اكتر من جهة واحاول ادخلها في الورودة والشكل اللي معايا واحاول انها تكون كلها متوازية نفس الارتفاع والان الحركة الاخيرة للكيكة عشان اطلع الهوى الزيادة منها وكمان عشان اساويها كامل شوفوا اخبطها خبطتين وارقها كذا تأكد وارق كذا لو في اي زيادة عندي في الاطراف لازم امسحها لا تخافوا الهوى يطلع كويس عشان تستوي معاك الكيكة وتديك الطعم احسن الان حدخلها على فرن ساخن مية وتمانين درجة قبلها ساخن بمدة عشر دقائق الشبك وصد وانتظروا خمسة وعشرين دقيقة ما هتطول وبعد خمسة وعشرين دقيقة استوت معان الكيكة شوفوا ما احلاها وما احلى لونها طبعا بعد ربع ساعة تروحي تقلبي الكيكة وانا هطلع الان ورقة الزبدة بشويش واخليها تبرد الين ما تصير بحرارة الغرفة بعد كده اعمل الصوس مقادير وصفة صوس كيكة البرتقال نصف كوب سكر الحلويات ثلاث معالج كبيرة عصيرة للبرتقال وملعقة كبيرة عصيرة الليمون وملعقة صغيرة بنيليا سائلة وحطينا السكر البودرة ونخلناه لازم سكر الحلويات ينتخل شوفوا ليش عشان ودائما في تكتلات عشان كده احضر واذا ما كان عندك سكر حلويات ممكن تستبدليه بلمربة البرتقال تروحي تعمليه مع البرتقال تفكيه واذا كان معاك مرة خفيف ممكن تجمديه على النار بشوية نشا الان هحط الفانيليا وحط الليمون طبعا تليكي حرية في اي سوس تبري البرتقال واحرك ممكن تغيري النكهة اللي تحبيها بهذه الكيكة وكده صار معانا السوس جاهز شوفوا حابة تخليه اسمك حابة تخليه اخاف براحتك بس اهم شي انه هذا السمك انا اشوفه كويس عشان يكون فوق الكيكة كمان حابة ملاحظة صغيرة ما تحطوا السوس والكيكة الساخنة لانه هتمتص كل السوس عليكم ما هتكون من غير السوس الان قات المرحلة الحاسمة اللي انا انتظرها وانتم اكيد تنتظروها شوفوا كيف هشة هشة جدا طرية طراوة شوفوها من طراوتها يريتكم معايا يعني والريحة ولا ارواع هعمل شوية سوس من غير السوس رائعة رائعة مع الشاي ولا احلى ابغى الصور بصراحة ما شاء الله حماسكم وارسالكم للتطبيقات بيسعدني جدا جدا السحب قرب واجاباتكم كمان ارسلوا كل الاجابات استناكم مع السلامة اسئلة اليوم السؤال الاول لماذا نقوم باضافة السوائل الى الكيك السؤال الثاني لماذا سميت فاكهة البرتقال بفاكهة السعادة؟ المترجم للقناة اشتركوا في القناة جسد احرقوا في القناة شكرا